تعرف حبائي الله بحبك الله قبلك الله قبلك حقيقة واختارك ودعاك ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم ودعوتكم لتذهبوا لكي تأتوا بثمر كثير الله اختارنا حتى نكون قدسين الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم الله اختارنا حتى نكون احباء اولاد وبنات للرب تعرفوا لما بولوس كتب في رسالة روميا الاصحاح الخامس عشر والآية سابعة بقول لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله انا بتعجب على مسيحي مش عم بيقبلوا بعضهم البعض انا بتعجب على مسيحي بحاربوا بعضهم البعض انا بتعجب على مسيحي بهاجموا بعضهم البعض انا بتعجب على مسيحي بتقدم انصاف الحقائق انا بتعجب على مسيحي عن بتساير وتتهادن في الحق الكتابي انا بتعجب من مسيحي عن بتقلل من اهمية الرسالة الحقيقية هي بكل صراحة ان المسيح مات على الصليب الناس اللي بترفض الصليب مش مشكلته لكن الطريقة الالهية هو موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الاموال الاموات ولما بولوس كتب لغلاطية اللي كانت بتركز على الاختتان وحفظ النموس قال مين من رقاكم مين اللي سحركوا مين لغير فكركم يعني اذا واحد بيجيك بانجيل اخر مش الانجيل اللي انا بيعطيك اياه هو الخلاص الكامل بعمل الفداء الكامل بدم يسوع المسيح وبنعمة الله فليكن ملعونا في اخطر من هيك كلام بعدين بنرجع بنرفض المعجزات بنرفض الميلاد العذراوي بنرفض القصص اللي بتتكلم عن الخلق عن آدم وحواء عن الطفان عن نوح وقصص اخرى لانه بتناسبش المنطق بتاعنا شوية الطراب هاي اللي موجودة هون يا للعار اخوتي واخباتي نقبل بعضنا البعض خلاص انتهى عصر هاي انقسام الطوايف احنا واحد في المسيح احنا واحد في المسيح حب الرب من كل قلبك اطلب ملكوت الله اولا اعرف الرب معرفة حقيقية اختبر محبته غفرانه وخلاصه اشتركوا في القناة